يعني تنجو من عذاب الله وهذا حق جعله الله على نفسه وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ذلك معاذ لما سمع ذلك قال أفلا أبشر الناس يريد أن يبشر الناس لأن هذا حديث عظيم قال لا حتى لا يتكلوا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يوما رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار وانظروا إلى هذه المزية التي حصل عليها معاذ رضي الله عنه بأن كان مرافقا للنبي ورديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار فأراد النبي عليه الصلاة والسلام له الخير ولأمته فأوصاه وصية فقال النبي عليه الصلاة والسلام بمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله انظروا غلام صغير ويسأله النبي هذا السؤال أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله يقول قلت الله ورسوله أعلم قال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا حديث عظيم قال معاذ يعني يعني لا يعذب أحد أشرك مع الله قال ألا أبشر الناس قال لا حتى لا إيش يتكلوا لا يتكلوا هذه وصية عظيمة كلها تدل على أهمية التوحيد والحذر من الشرك وهذا ما يجب على المسلم أن يجاهد نفسه دائما على معرفة التوحيد وكذلك على الحذر من الشرك إذن هذه وصية عظيمة يقول حق الله على العباد أن يعبدوه هذا ما أمر الله أي المقصود هذا ما أمرك الله به وهذا هو الواجب عليك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وجعل الله على نفسه حقا اسمعوا هذا حق الله سبحانه وتعالى جاء في حديث آخر اسمعوا تأملوا هذا الحديث وهذا أيضا مما أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أيضا هذا المعنى يأتي أيضا في هذا الحديث قال وحق العباد على الله هذا حق أوجبه الله على نفسه وأوجبه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا انظروا عظمة هذا التوحيد وأيضا الحذر من الشرك تحصل على هذه المنزلة العظيمة يعني تنجو من عذاب الله وهذا حق جعله الله على نفسه وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ذلك معاد لما سمع ذلك قال أفلا أبشر الناس يريد أن يبشر الناس لأن هذا حديث عظيم قال لا حتى لا يتكلوا هؤلاء اثنان اثنان كيف أن تنجوه